والحديث أكثر ينضم معنا من الرياض كبير الباحثين في مركز الخليجة الدكتور هشام الغنام دكتور هشام أهلا بك بما أن التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ليس بوليد اللحظة لكن أهمية وجود الآن القوات الأمريكية في المنطقة للحفاظ على أمن الخليج أمن المنطقة أمن الإقليم كافة من كافة التحديات والمخاطر التي تحدق به من عدد من الميليشيات المدعومة من إيران ومن إيران تحديدا تفضل الحقيقة القراءة الخاصة الخطر الذي يمثله تصعيد الإيراني على سيادة الدول الأقليم وأمنها القومية واقتصادها على المدى القصير وكذلك البعيد لا يمكن القبول به أو التغاضي عنه ويجب إيقافه هذا باختصار هدف ومؤدى هذا القرار المفصل والنوع الحقيقة لأن سمحتني أخي الكريمة استعرض باختصار ما حدث في الأسابيع الفائتة ومكان هذا القرار وسياقه المتشددون داخل إيران كانوا يقولون أن مع كل زيادة العقوبات الاقتصادية أن إيران كانت تستقبل اللكمات دون رد هي الآن تريد أن تظهر نفسها لأسباب داخلية وخارجية قادرة أيضا عن توجيه لكمه هنا ولكمه هناك وأنها طرف فعل وهذا الحقيقة لن تقبل به المملكة ولا خلفة لأن هذا التصعيد الإيراني يمثل خطرا حقيقة عن السلم والاقتصاد العالمي الآن ما هي حالة إيران باختصار لا يوجد اتفاق نوي الاقتصاد الإيراني يتقلص حاليا بنسبة كبيرة 4% وهذا مرعب بالنسبة للنظام يخذ مثلا على هذا الرعب الإيراني والتصعيد الذي يحدث قبل فترة بسيطة الطائرة الأمريكية التي أسقطت كانت فوق المياه الدولية كانت تطير بنفس المسار الذي كانت تقوم به دائما في تلك المنطقة وغلوبال هوك يعني أن هذه الطائرة بتحديد ليس طائرة بلا طيار فقط إنما من غير المنطقة أن ترسل ولاية المتحدة عبر المجال الجو الإيراني طائرة قيمة 150 مليون دولار على الأقل في مهمة انتحارية مثل هذه الآن إذا تم الغض النظر عن تصرفات إيرانية مثل هذه ما هو مؤدة ذلك إيران مستمرة كما رأينا في الأيام الماضية بهجمات للناقلات والخطف والقرصنة وطائراب دون طيار إيران مستمرة بكل ذلك وتقوم بالتصعيد في كل هذا بقي الآن لديها بطاقة واحدة فقط متبقية هي سيطرتها على مضيق هرمز وهذا أهم نقطة ومضيق في العالم وهدف الإيراني سيكون هو إغلاق هذا المضيف على الأقل موقعا يترسل رسالة أنها تريد التصعيد حتى تفك هذا الخناق اقتصاد إعلام وهذه الحقيقة لعبة خطيرة قد تقتل كثير من الأبرياء كما أنها ستضر ضررا كبيرا من اقتصاد العالم ولا أن تقبل لا ولاية المتحدة أمريكية ولا المملكة بأي حال من الأحوال أن يحدث مثل هذا الآن إيران لديها مثلث الحقيقة متشكل من منظومة قدائف برنامج نوه بإمكانات عسكرية تريد وصوله قدرات حربية غير متناظرة عن تحديد استخدام الميليشيات هذه هي سياسة إيران في مطقة هذا كانت أظن نظام الإيراني كان يعتقد أن هذا جدار حماية له ولنظامه عبارة أخرى يعني القيادة السياسية الإيرانية تعتقد أن أكبر وجود للنظام هو أن تحدث مواجهة عسكرية مباشرة مع قوات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضي الإيرانية وهذا الحقيقة حقا نراه يعني واضحا وجليا في الخطابات الإيرانية نرى سجلا حافلا لخطابات خامنة المعادية العالم أي تريد تفجير المنطقة يقاطعها بين الحين والآخر حذر مدروس في لحظات حساسة وحرجة عند خوف هذا النظام على نفسه وبقائه الحقيقة نحن لن نسمح لهذه السياسة الإيرانية أن تستمر يعني دعني أختم بقولي يعني إيران الآن إيران بعد هذه القرارات الحق الجرية من المملكة تريد العودة للاتفاق النووي بأقل مما كان هي ستقبل بأقل من ذلك مقابل رفع للقوضات الاقتصادية عنها لكن هو الحقيقة المؤدى هذا القرار ومؤدى سياسة المملكة في منطقها وتحقيق ما يريده الحقيقة الخليج تحديدا من إيران وكذلك أيضا العالم إيران باختصار هو إيقاف تمددها في الأقليل لن نسمح بهذا أن يحدث ولن نقع أيضا في اللعبة الإيرانية أنها تهدد بالحصول على القنبلة لأنها لو حصلت عليها يتعلم أنه سيكون هناك استفاف دولي كامل ضدها وستكون في موقف أصعب مما هي علينا نعم ضيفي من الرياض كبير البحراتين في مركز الخليج دكتور هشام الغنام شكرا جزيلا لك